أنا بقول 3-4 نقاط في الموضوع ده مقدمة اللي أقول في سوريا أليس من حق أي قيادة سياسية في أي دولة أن تحافظ على تماسك الدولة أم يترك أن تتفكك إذن من حق القيادة السورية ولا نتكلم عن بشار أو غير بشار لكن من حق القيادة السورية أن تحافظ على الدولة وحدة وحدة متمسكة ده لصالح الدولة ولصالح الوطن العربي اللي يتم تجزئته كما المخطط اللي موجود النقطة الثانية أنا تكلمت عليها في وسط الحديث المعارضة هو في بعض القوى العالمية وأنا بقول تحديدا حتى الغرب وأمريكا يريد أن نتجرع أن المعارضة تكون بالسلاح في عرف الديمقراطية هل في أي دولة عرف الديمقراطية أن المعارضة تكون بالسلاح لماذا يريد أن يكون كل دولة عندنا المعارضين في مصر وغير مصر يحملوا السلاح هل تقبل الإدارة الأمريكية على نفسها في بلدها بلد الحريات هل تقبل أن تكون هناك جماعة معارضة بالسلاح إذن هذا ما نقول إذن لا نقبله على سوريا الشقيقة نقطة الثالثة أليست الجماعات المسلحة في سوريا مسلحة بأسلحة تقتل من جميع سواء جيش أو جيش العرب السوري أو المدنيين هل هم مسلحين بمدافع مياه؟ فبالتالي هم يصيبوا أيضا بيزا الموضوع أما النقطة الرابعة من أين يأتي هذا الدعم اليوم بالسلاح؟ هل لديهم وصانع العربات الدفع الرباعي؟ هل لديهم وصانع الأسلحة داخل سوريا؟ إذن هناك قوى دولية تضمن وصول الأسلحة لكل الجماعات الإرابية في كل الدول العربية عربات الدفع الرباعي دي بتعبر محيطات وتعبر بحار وتعبر حدود دول متعددة من يؤمنها حتى تصل إلى مكان عملياتها في دولنا؟ إيه أبرز الحدود يا فندم اللي بيدخل منها السلاح والعربيات الدفع الرباعي اللي بتستخدم طبعا في العمليات الإرهابية إلى داخل سوريا؟ هقول لحضرتك حاجة، شوف هقول لحضرتك حاجة طبعا في حدود مع كل الدول إحنا مش عايزين نقول دولة معينة لأنها دول كلها أشقاء ولها حدود مع إيران ولها حدود مع تركيا إحنا مش عايزين لحد يقول لكن من المؤكد مفيش مصانع للعربيات الدفع الرباعي اللي بتستخدمها كل العمليات الإرهابية مصنعها معروفة إحنا عارفين مش عايزين نقول الدولة فين من وراء المحيطات وحدود متعددة كيف تأتي إلى مناطق العمليات في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان إذن هناك قوى دولية بتضمن وبتدعم وصول هذه المعدات المتطورة إلى أماكن الجامعات الإرهابية في النهاية فنم حتى وإن كان التوجه العام أو جامعة الدول العربية أو حتى رأيي الشارع في المطلق كده أنه زي ما حق ذكرت في البداية بصرف النظر عن من هو قائد النظام في سوريا فكرة أنه القيادة هناك تريد أن تحافظ على تماسك الشعب وأن لا تترك الوطن للتفكك فالفكرة دي يا فندم الفكرة دي بيقابلها البعض أنه بيقولك في النهاية أنت مع أم ضد لكن في النهاية هناك أطفال وأبرياء وأرواح تزهق كل يوم ده كلام حضرتك صح ولكن أقول لحضرتك حيب أنتها البساطة إحنا بنقول دائما حتى في جامعة عربية لها موقف هذا الموضوع أن الحل الأمثل وحتى المبعوث الدولي استفاندي مستورة والأهم المتحدة الكل بيقول أن طبعا أن الحل السياسي الدبلوماسي هو الأمثل لكن من بيده؟ إجبار الجامعات الإرهابية على إلقاء السلاح لمناسبة الحل الأمثل في تصريحات مؤخرة انتصدرت من بعض المسؤولين في بعض الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية اللي كانوا الحقيقة الأكثر رفضا لبقاء نظام بشار الأسد نعم وثم مؤخرة تغير الموقف حليل تغير الموقف وأصبحنا نتحدث عن حل سياسي صحيح في اعتقادك لماذا هذا التحول؟ أقول لحضرتك حاجة أولا الحية يعني إحنا دائما بنقول أن الدولة التي يجب أن يكون لها كيان لابد أن تمتلك ما يسمى بقوى الدولة الشاملة لأنها اللي بتستطيع منها نتفرض إراداتها القوى العسكرية القوى الاقتصادية القوى السياسية القوى الثقافية والإعلامية كل دي عناصر الدولة أي زي توجد لما نجعل الوضع على الأرض عندما استعادت أو استعادت الجيش العربي السوري حتى لو بمساعدة آخرين وأنا شخصيا رغم أننا أنا بقولش مين اللي بساعد ولكن من حق كل دولة أن تحافظ على كيانها استعادت الأرض حمص وحماء والغوطة الشرقية ومحافظات كثيرة والغوطة الشرقية كانت صعبة جدا كانت منيعة على الموضوع ده لما حصل هذا الموضوع أصبح الوضع الميداني على الأرض أن غالبية سوريا أصبحت موجودة على الأرض أو القوات السورية أو الانبساط السيطرة السورية على معظم أرضي أصبح فإذا الموقف الميداني تغير وأصبح وجود بشار الأسد حقيقة موجودة إحنا بتكلمش إن إحنا معاه أو ضده الشعب السوري هو صاحب الحق الأصيب هو من يقرر وبالتالي إحنا دلوقتي لما نقول عايزين نحافظ عليه السدولة يبقى الشيء الطبيعي إن دلوقتي بقت الدولة معظمها تحت دي عدى إدلب دلوقتي إذا لابد أن يتواجد ونبتدي بعد ما يستعيد الأوضاع النهائية بعد تحرير إدلب إن شاء الله وهينجحه يبقى بالتالي نقدر نتفاوض ونقدر نتكلم لكن إحنا دلوقتي وإحنا في وسط المرحلة النجاح بقى 90% نيجي نقول دلوقتي إن بشار ما يكونش موجود دلوقتي لا يخلص المعركة النهائية وبعد هذا يكون فيه استقرار أمني واختصادي يبقى الحل ده وده عين العقل اللي هو مطلوب دلوقتي لكن إحنا لما نجي دلوقتي هو ناجح بالمقاييس العسكري على الأرض هو ناجح في استعارة الأرض لأنه هو عمله حاجة حاجة يمكن أنا باعتباره كقايد عسكري حاجة زاكية عسكرية وسياسية عندما ابتدى يهاجم معاق الإرهاب في قرية أو مدينة اللي أخرى فكان دلوقتي يخيارهم ما بين ترحلوا الإدلب سالمين بأساركم ولا هيحصل فيه تدمير لكم كجامعات إرهابية فكانوا بيختاروا فتهتم تجمعهم جماعة ثم التانية ثم التالتة في إدلب إلى أن أصبحوا في حتة واحدة موودين وتم تحرير كل أراضي وبعد انتهوا دلوقتي بالشيء الطبيعي أنه هو لا يبقى على إدلب هناك بعض الأقاويل بتقول أن إدلب دي ممكن تكون مدعومة من الغرب وأمريكا أنها تستمر لتصبح كيان سياسي منفصل مستقبلاً حتى يكون شوكاً مثل إسرائيل في وسط الدول العربية زي ما كان فيه كلام من فترة على كردستان وفصل إقليم كردستان والبعض كان بيقول ساعتها أنه كان فيه دعم من جهات أجنبية لهذه الفكرة دائماً فكرة الفصل دائماً فكرة الفصل بتشجع بيشجع عليها الغرب الشرق الأوسط الجديد أنا أقول لحضرتك حاجة التوافق ما بين المرحلة دي من مرحلة من 100 سنة إن من 100 سنة كانت في اتفاقية ساكس بوكت في إطار الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الأولى من 14 إلى 18 تدر رحاها في وسط الحرب الدولتين التي كانت منتظرة الانتصار اللي هي فريطان وفرنسا فكروا بقى قبل سنتين من نهاية الحرب كيف ستكون الغنائم ففكروا في تقسيم الوطن العربي اللي كان إقليم واحد إلى دوائلات عشان كل دولة بعد انتاء الحرب تأخذ ده مجموعة من الدول بمواردها الطبيعية بصراحة وهذا ما حدث إذن التقسيم تم في إطار حرب كانت موجودة الحرب ضد الإرهاب حرب فيها دول فيها منطقة كاملة فيها وطن وأفريقيا اللي شغالها بوكو حرم فيها فيها منطقة كبيرة شغالة فالتقسيم سيتم من خلال الفوضى مثل الحرب المقولة أيضا في حرب الإرهاب اللي موجودة كان منتظر أن الجيوش كلها تقع لكن الجيش المصر العظيم ومصر العظيمة تناسك بقوة أحبطوا كل المخططات ولذلك لما نشوف دلوقتي سوريا بقى حوالي عشرة في المية منها العراق ما فيش دلوقتي متر منها موجودة على الإرهاب مصر لا يوجد شبر ولا سنتيمتر مربع على الإرهاب إذن حتى في الشقيقة ليبيا بنغازي ودرنة وبعض الحقول البترولية وجار إن شاء الله وتمنى بإذن الله كل ليبيا الشقيقة كلها دلوقتي موجودة إذن كون أن تم تحرير هذه الأراضي يعني إيه أن تم إحباط المخطط اللي كان مطلوب لتقسيم لأن الأراضي تم تحريرها فيه ناس لغاية النهاردة يا فاندب بتشكك في موضوع مخطط التقسيم ده فيه ناس أصلا بالأساس بتشكك في موضوع المؤامرة قلت لك مؤامرة إيه؟ فيش مؤامرة على الوطن العربي المشكلة إذا مننا هو لحظتك حاجة للأسف شكرا